أكد رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العصومي على مطالبته للبرلمان العربي ببذل الجهود لوقف النزيف الفلسطيني وفتح الممرات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هذا وقد أشار العصومي إلى أن الأوضاع في قطاع غزة شديدة السوء ويطال البرلمان العربي ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني وفتح ممرات آمنة دون تأخير ليصال القذا والدواء للمدنيين مع المحاصرين في غزة وتحميل قوات الاحتلال كامل مسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة العراف القوانين الدولية